مع الميول المتزايدة عند الممثلين المصريين إن هم يفرجون على شغل الجيم من غير هدوم حابب أقترح عليهم رواية اسمها The Time Traveler's Wife دي بقى اللي يعملها في مصر؟ يه فرجونا كنتوا بتعملوا تامرنات السكواتس والسيتابس ولا بتفوتوها؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في مراجعة جديدة من فيلم جامد والفيلم اللي حنتكلم عنه النهاردة هو عمهم حلقة النهاردة بقدمها بالشراكة مع موفيز بوبكورن حسابات موفيز بوبكورن على إنستجرام وتويتر هي طريقكم لكل جديد في عالم الترفيه من أخبار وتقارير ومسابقات وقراء وتشكيلة متنوعة من المحتوى المتميز فتبعوهم دلوقتي حالا من اللينكات اللي في الدسكريبشن وأنا بعتذر لأننا النهاردة كنا المفروض نعلن عن الفائزين في مصابقة المراجعات بس للأسف حنحتاج كمان كم يوم المشاركات تخطط الربعمية وخمسين مشاركة وفي ناس بدلة مجهود مبهر فعملية المفضلة حقيقي صعبة وواخدة مننا وقت طويل شوية بعتذر كمان مرة لكل المشاركين وبشكركم جدا على تفهمكم أحداث فيلم عمهم بتدور عن سلطان الملقب عمهم ملاك متمرس وبينافس على المستوى الشعبي وعايش حياة بسيطة وملئة بالمشاكل الاقتصادية مع صديقه سعيد الثنائي بتاعنا في يوم من الأيام بيلاقي نفسه في مركز الصراع ما بين عصابتين عصابة البرون وعصابة الحج نجران وسلطان وسعيد بيلاقوا في الانضمام لجانب الحج نجران فرصة ما تتعودش للثراء السريع واللي بيشجع سلطان أكتر أنه بيقابل غالية بنت الحج نجران وبيعجب بيها ولكن العداء مع عصابة البرون بيحط سلطان في مواقف كتيرة فيها خطورة على حياته فيا ترى ايه اللي حيحصل فيلم عمهم زي ما كان واضح من التريلر يصنف على أنه فيلم اكشن كوميدي قصته مش متميزة على الإطلاق ومش جذابة ومش متمسكة فيها فجوات كتير كتير من دوافع الشخصيات للقرارات اللي بتاخدها مش واضحة بناء شكل العلاقة ما بين الشخصيات متسرعة والتحولات اللي بيمروا بيها فيها قفزات مش مقنعة وأصلا البصلة الأخلاقية للموضوع كله منهارة فيلم عمهم بيتحدى مبدأ الجريمة لا تفيد وبيخلق تعاطف مع قتلين قتلة ومزورين وتجار عملة واثار وعلى جنب كده بيجمل مفهوم الخيانة وتعاطي المخدرات طبعا اللي بقوله ده يبان كلام كبير قوي على فيلم اكشن كوميدي في موسم العيد يعني الصراحة لأ لأن كل ما مستوى السطحية بيزداد في أي فيلم كل ما بيبقى مش مقبول أنه يتمرد على مفهوم الصح والغلط يعني لو حندافع عن جريمة وأخلاقيات سلبية يبقى لازم ده يتم في إطار فلسفي وأنا بصراحة ما يحضرنيش أفلام كتير ممكن تكون عملة اللي عمله فيلم عمهم آه يا ما شفنا أفلام كوميدي فيها جريمة وفيها مخدرات وفيها خيانة بس مفيش فيلم فيهم تجرق يقول أن دي حاجات كويسة أو وضح جوه قصته أنها ملهاش عواقب طب وحتة أن القصة مش جذابة ومش متميزة ومش متمسكة لا دي عادي عندكم حق مش مهمة خالص ما بهذرش والله ما هو ده واقع أفلامنا حجب مقياس من بيتنا يعني الفيلم الكوميدي المصري مش مهم يكون عنده قصة المهم يكون بيدحك مش هي دي الشروط اللي احنا كلنا مضينا عليها أيام صودة والله طيب هل بقى فيلم عمهم بيدحك آه شوية ساعات ساعات الأكشن كان بيقترن بالكوميديا فبتطلع حاجات كويسة في عدد معقول من النكت والإفهات اللي قالها محمد إمام كانت فعالة وعدد أقل من النكت والإفهات اللي قالها محمد سلام كانت فعالة الطبيعة الكاريكاتورية بتاعت أغلب الشخصيات كانت ضريفة كل شخصية كان لها طبيعة أو لازمة أو أسلوب كلام أو سمات شكلية كانت بتضحك حتى طريقة تقدمهم نفسها كانت بتهدف للضحك والصراحة عدد الشخصيات اللي في الفيلم كتير دايما كان الحل في كل فصل من فصول الفيلم أننا نقدم شخصية جديدة وده كان منعش في تجربة المشاهدة وحقيقي كان موفق بس في غياب ده وفي غياب النكت والإفهات اللي حقيقي كانت بتضحك وفي غياب المواقف اللي ممكن تولد كوميديا لأنها فعلا مش كتير كل اللي فضل في الفيلم الأكشن وشوية شبحنة ونلاقي نفسنا أمام السؤال المعتاد ليه مش كل الأكشن بيدحك كتير من مشاهد الأكشن في الفيلم مشاهد أكشن جادة فيها مميزات إنها متقنة وزوايا تصورها فيها تجديد والكام مرة اللي حاولنا نقدم جواها كوميديا حقيقي كانت أفضل أوقات الفيلم بس على الجانب السلبي ما كانش فيها التنوع الكافي المؤثرات البصرية اللي تدخلت مع بعض مشاهد الأكشن وبالأخص مشاهد القفز من المباني العالية كانت غير موفقة إطلاقا واللي يجنن إن فرص الكوميديا كتيرة جدا مش مقتنع أبدا إن اللي أنا شفته ده كان أقصى درجات استغلالها محمد إمام في الفيلم كويس جدا وهو الأنجح كوميديا محمد سلام كمان كويس جدا وإن كان نجاحه كوميديا أقل شوية أو يمكن كان بس أقل من اللي أنا كنت ممتظره أحمد خالد صالح بيقدم أداء جد جدا تحس إن هو جاي علينا من فيلم تاني ده حتى زعيمين العصابة رياض الخولي وسيد رجب عندهم لحظات كتيرة مليانة مصخرة باسم الصمرة ضريف محمد ثروت مصخرة بس يعني يكفي إني أقول لكم إن محمد ثروت طالع ابن أخت باسم الصمرة وبيقول له يا خالو هدى المفتي للأسف مش كويسة خالص أصلا الدور بالأداء يعد نقطة صودة في ملف قضية المرأة يعني دي واحدة بتعرف إن حبيبها بيخنها وما بتعملش حاجة بتتعرض لعنف وإساءات من أخوها وما عندهاش أي رد فعل ولما بتبقى على وشك إنها تعمل رد فعل حبيبها بيؤمرها إنها تسكت فبتسمع الكلام والمفروض إن الزاوية الكوميدية بتاعت شخصيتها إنها عندها شوية دلع دور وأداء آيتن عامر بقى يمسك صفحات ملف المرأة دا ويقلبه أراتيس ترمس عمهم فيلم مش حلو قوي ومليان مشاكل ولكنه بيدحك أنا واحد شفته ورجعت كل أفلام محمد إمام معادة لس بغداد وبقول بكل تأكيد إن الفيلم دا مش خطوة للأمام لا لمحمد إمام ولا لأي حاجة الحقيقة بما فيها مفهوم الجريمة والعقاب وملف حقوق المرأة عندنا أكشن كويس عندنا تشكيلة شخصيات جيدة مما جعل تجربة المشاهدة مش أسوأ حاجة كانت ممكن تحصل تقييم الفيلم عمهم هو خمسة ونص من عشرة ولقطة رياض الخولي وهو بالبرنوس في التريلر لما رمى واحد بأنبوبة مش موجودة في الفيلم طب خمسة بس من عشرة ونقشة الحلقة هو فيه أي دليل في السينما المصري على إن موضوع حقوق المرأة اللي بيكتاح العالم بقاله 3-4 سنين دا ممكن يوصل لنا ولا إحنا مستنيين نخلص استعراض للسيكس باكس بتاعة الرجالة وبعدين حنبقى نشوف موضوع حقوق المرأة دا ياريت تساهموا برأيكم في القومنس الف شكر لحضراتكم على المشاهدة ياريت تعملوا شير ولايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشتاج لكم الحلقات أول باول تابعوني على فيسبوك تويتر ونيمو انستجرام وبي باي